السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم عالم فاطمة ومع وصفة أو مع حلوة المشوكة باللوز كنحتاجوا في هذا الوصفة كيلو إلا ربع ممتاع اللوز اللي وضعناه في كاترول وصبينا عليه كمية من الماء وقبزة ملح ثم وضعناه على نار احتغله ونحسبو له ثلاثة دقايق ونزولوه من على النار نفسخوه وننقيوه نشله بالماء ونتركوه يجف لمدة ليلة كاملة وقصطح العمل من بعد نعبره ميتين وخمسين جرام نتاع اللوز نهارمشوه ونوضعوه جانبا أما خمسمية جرام المتبقية نتحنوها مع ميتين جرام نتاع سكر حبيبات إذن بداية وعلى بركة الله نبدأ في المقادير اللي هي سبعمية وخمسين جرام نتاع اللوز مفسخ ميتين جرام نتاع سكر حبيبات زوش الملاعق نتوع الزبدة نوعية جيدة ملعقة صغيرة بومبي قشور الحامض معسلين القرقع قطعناه على أربعة ملعقة صغيرة قرفة وقبسة ملح حكا صغيرة من القوزة بياد بيضة غادي نستخدموها حتى الأخير وملعقة كبيرة جليكوز اللي غادي ندوبوها مع الزبدة وأربع ملاعق ماء الزهر اللي مدهرتش في الشاشة نبدأه بالطاحن خمسمية جرام نتاع اللوز مع ميتين جرام نتاع سكر حبيبات ممكن نطحنه خمسمية جرام نتاع اللوز بوحدها ومن بعد ضيفيليها ميتين جرام نتاع سكر حبيبات ومن الأحسن نطحنه اللوز زوش المرات حتى يولي عجين من بعد ناخدو زوش الملاعق الزبدة نوعية جيدة ندوبوها مع ملعقة كبيرة جليكوز على نار مهيلة حتى الزهر الكشكوشة من الفوق ودابا هرمشو ميتين وخمسين جرام نتاع اللوز ونوضعوها جانبا وهذه هي الزبدة مع القليكوز نزولوها من على النار من اللي تولي على هاد الشكل فقنا نوضعو عقدة اللوز نضيفو لها ملعقة صغيرة قرفة وقبزة ملح نحكو القليل من القوزة اللي كتعطي نسمة زوينة بزاف ونضيفو قشور الحامض معسلين ممكن التنسيم ايضا بقشور البورتوقة معسلين او اضافة ساشيا نتاع الفاني نضيفو ايضا زوش الملاعق ماء الزهر وندمجو المكونات جيدا ثم نضيفو خليط الزبدة والقليكوز دريجيا حتى نحصلو على عاجين ونكتافيو وخاص العاجين يكون متماسك وما يوصلش للمرحلة انه يطلق الزيت هذا تيكون على حسب وش طحنتي اللوز في المنزل او على برة المهم انا ما استخدمش الكمية كاملة تبقى لي منها القليل ودروري من دمج المكونات جيدا هذا من اللي تجمع العاجين نبدأو في تشكيل انتاعو الكويرات الحجم انتاعهم ما بين 20 الى 22 قرام نغطسوهم في بياد البيض ونوضعوهم في اللوز المهرمش ونزينوهم بالقليل من القرقاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قططة نانسي قططة نانسي قططة نلقم ترجمة نانسي قططة نانسي قططة نعطسوهم في بياد البيض وبنجمعونا ونوضعوه في اللوز المهارمش ونزينوه بالكركاع باش تسهل علينا الخدمة صراحة ندل حلوه بهذه المنسمات اللي ضفنا لها كتشي لديده بساف وتجمعلك بحكم خليط زبدة والكليكوز اللي كيعطيها وحتى عليك رائعة ومن بعد ما كمنا تشكيل كل كويرات والتزيين نتركو الحلوه نتعنا تنشف للاقل اربع ساعات من بعد نوضعوها في فرن النار تكون مهيلة بالنسبة للطياب نتعاد الحلوه فكتبقى بيضاء ما تخليوش اللوز يتحمر او ياخد لون ذهبي فقط عركة نشف او كي نشف لنا بيض البيض ونزولوها من الفرن ممكن دهنها بالنباج اللي كيعطيها لمعان انا تركتها على شكل متاعها ترجمة نانسي قنقر